اهلا يارب تكونوا بخير وانتم تشفوني النهاردة جاي لكم بفيديو جديد هو عبارة عن مشتريات وفي نفس الوقت تجربة وانا انا اعرفكم مكان اكتشفت كده بالصدفة شفت فيديو عندي يوتيوبر على مكان اسمه اسر الفاروق فاكتشفت بالصدفة برضو ان هو من محافظتي من محافظة ضمياط فيعني قررت ان انا اروح واشتريت من عنده شوية حاجات طبعا مش هقدر اريكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها وهحكي لكم بالتفصيل تجربتي المكان هل هو كويس هل الخمات بتاعته كويس او لا بس في الاول ما تنسوش ان انت تشتركوا في القناة بالضغط على الزهر الاحمر اللي تحت وكانت فعالوا زر الجرس دي الشنطة بتاعته بحيث ان انتو تعرفوه وعممان عنده كل حاجة عنده مفروشات عنده كمان توكيلات من شركات زي فرش وكريازي فعنده توكيلات كتيرة جدا وعنده اجهزة كهربائية وده العنوان بتاعه دي كمان مرهم اولا ده مش دعية للمكان خالص انا واحدة رحت زي اي عروسة ان هي بتشتري من عندهم شوية حاجات حتى انا هقول لكم تجربتي بكل مصدقية هل هو مكان كويس هل لا من غير حتى ما يعرفهم ان انا كنت اصور انا حتى كنت مصورة في لوق بس الاسف اتمسح بس ما علينا انا جبت من عندهم اللحاف الفايبر السريري الكبير والسريري الصغير كان سعر اللحاف الفايبر الكبير بـ 850 مركة العالمية هم عندهم مركات شعبي ومصري ومركات كويسة زي مثلا شركة العالمية والمجد والحاجات دي فانت بتروحي بتحدد انت عايزة ايه بالزبط وجبت من عندهم برضو اطقم سرير جبت من عندهم طقمين كان سعر طقم سرير الاطفال كان 300 وحاجة يعني زي السوق بس اختلاف مثلا 50 جنيه 100 جنيه كده يعني على حسب المركات انما في عندهم مثلا اطقم سرير ممكن تلاقيها بـ 50 جنيه طبعا هم عندهم صفحة على الفيسبوك فانا لما دورت ولقيت بأنهم عندنا في دميات فقررت ان انا روح جبت من عندهم شوية من الرفايع طبعا انا هؤديكم كل ده بس انا بس بحكي لكم انا عملت ايه وهقول لكم في الاخر كده هل هو مكان كويس ولا لأ فيالله بينا نشوف اول حاجة انا اشترتها من عندهم ايه هو ده دمج كان عرضينه على الفيسبوك كان سعره 100 جنيه تمام هو في الحقيقة بيتباع في المحلات بره المكان بـ 150 شكله كيوت جدا شكله ارنود كده فحبيته قوي هو بيكون جاي ومعه المعلقة بتاعته وكمان الطبق بتاعه هي بصوا المعلقة صغيرة مش كبيرة بس حلوة يعني شكلها فيه كده شكلها لطيف مثلا لو انت حط فيها حاجة سخنة زي هوت شوكليت او كده وحطيت المرشميلو فان هو يكون معاه فشق كويس بالناسبة بقى للطبق بتاعه حلوة قوي انتي ممكن تحطي عليه ساندويتش او كوكيز او حاجة فعلشان كده انا جبته وكان سعره كويس بعد كده بقى هحطه في الكارتونة واريكم اشتريت ايه تاني جبت بقى بعد كده اللي هو الورد المجفف ده انا حب شكله جدا هو الورد المجفف ده مستو ان انتي لو رشيت عليه برفيوم بيفضل برفيوم سابت فيه وجبت كمان الكريستالات دي بتحطه في الفوازة بيبقى شكلها حلو طبق الفواكه لاني انا حب فكرة ان انا الفوازة احط فيها الحاجات دي بدل الورد طبعا انتي ممكن تحطي وارد عادي جدا بس انا شفت شكلها فلقيت شكلها اشيك وعملية اكتر لاني بحس الورد بيتطرب كتير كان الكيس من ده اللي هو الخرص ده كان سعره تقريبا خمسة جنيه وكيس الورد برضو نفس الحكاية خمسة جنيه او سبعة ومص يعني مش اكتر بعد كده جبت بقى من عندهم المضرب ده ده مضرب الكابتشين والنسقافيه يعني انتي تعملي رغوة انا صراحة بعمل الرغوة حاليا في البرطمان وبتديني وش حلوة قوي بس دي يعني ايه كان نظام ان هو اسرع وكمان لقيت سعره رخيص كان سعره خمستاشر جنيه بس طبعا بنشوفه بخمسة وعشرين وثلاثين وكده جبت بعد كده فرشة التويلت دي كانت بخمستاشر جنيه اه علشان يعني ايه فيه طبعا اشكال شكلها حلو فيه اشكال بتكون سريدي عندهم وكان شكلها تحفة بس انا ليه جبتها كده اللي هي عادية خالص زي بتاع الزمان اولا لان بحس اللي هي فرشة التويلت اللي بيكون معاها جراب ده بتلم جرسين كتير انما دي ابسط حاجة بعد ما تخسلي التويلت وتحطي عليها دي طول وتعقميها ينفع تعليقها من فوق كده بهوك تكون يحطها في التويلت فانا الصراحة دي الفكرة بتاعتها ان انا جبتها من غير جراب انا بحس الجراب مش عملي وفي نفس الوقت بحسه بيلمج رسين كتير فانتي ورأيك بقى جبت بقى من عندهم العلبة دي دي علبة المناديل بتاعة الصالون انا جبتها سيلفر لان حب الصالون بتاع ان شاء الله هيكون لونه سيلفر وجبت معاها هو طقم كده بيكون اتنين مع بعض بيكون عبارة عن بسكت ده شكلها ومعاها علبة المناديل دول الاتنين دول بيتباعوا في اي محل او اي جلري عموما ب350 وساعات بيعملوا عليهم عروض ب300 كانوا في قصر الفاروق بقى كان سعرهم 275 جنيه فيعني زي ما بيقولوا كده انتي كويس ان انتي توفري ممكن يباني ليك التوفير مثلا اصعار رخيص 25 30 بس لأ لما تكوني شرية شوية حاجات كتير اتلاحظ ان انتي وفرتي بتاع خمسون 100 جنيه ولا حاجة جبت بقى من عندهم بعد كده لاني مغرمة بالمججات جبت المجج ده حلو قوي هو بشالمون كده اه حسيته هيبقى لطيف قوي معايا بالذات بقى مشروبات الصيف وكده وكان سعره حلو كان سعره 25 هو بيتباع اه ب35 او 30 وفي محلات بيتباعوها ب25 جبت بقى بعد كده الفرش دي هم تلاتة بكت بيكونوا تلاتة مع بعض كان سعره ب5 جنيه انا استخدمت واحدة صراحة في غسيل الكوتشيات وفعلا طلعت تحتة يعني حتى بفكر لما انزل اي محل بقى وخلاص لان مشوار اصر الفروق ده بعيد علي اشتريه تاني جبت بقى من عندهم اللي هي الانتيكات لان انا مشتريتش اي انتيكات للجهاز الصراحة فجبت من عندهم انتيكتين كده صغانطتين دي اول واحدة هي على شكل لمبة كده وبتنور شكلها حلو قوي شيك يعني انا حساها تبقى لطيفة ان انتي ممكن تحطيها في النيش تحطيها في قط الاطفال لو انتي عندك مكتبة للشاشة هتبقى لطيفة قوي كان سعر دي 45 جنيه انا صراحة معرفش قالها هي دي اسعارهم رخيصة ولا لأ لان انا معرفش اسعار الانتيكات ايه بس عجبني شكلهم وكده فاشترتها جبت بقى بعد كده انتيكة اه حستها كيوت قوي وتليه ان هي تتحط في قوضة الاطفال اه هي الشكل ده هو بصه على شكل بيت تمام وفي اه زي قطة كده زغانطتة وشايلة ده بدوب ووراها ورد شكلها بجد يجنن دي كان سعرها اه 35 جنيه برضو هي بتتفتح بزرار بس فيها بقى حاجة اه فيها زي مفتاح امان كده الجزء البلاستيك ده بتحطيه علشان يخليه مفصول يعني لو انتي عندك اطفال او كده طول ما الجزء البلاستيك ده محطوط عمرها ما هتفتح فهي شكلها كيوت قوي صراحة الجزء ده بقى بتدخليه علشان يفصل الحجائر عن بعضها انما طول وهو محطوط مش هتنور مهما فتحتي في الزرار انما لما بتشيليها بتنور وبتشتغل عادي ممكن ترميها تمام بس انا شايفة ان هي كويسة ان انتي تبدالي حطها فيها علشان مسلا لو اطفال ايجوا ميلعبوا معندك في البيت او كده تكون مش هتتفتح علشان يملوا منها بسرعة او يعني هي نظرية بعد كده بقى جبت من عندهم المنظم الاكريليك بتاع الميكوب طبعا في منه منظمات كبيرة انا جبته الصغير علشان هيليق مع التسريحة بتاعتي انا تسريحتي مش هيليق معها اللي هو بادراك ده حاجة تانية يعجبني الخامة بتاعت الاكريليك بتاعته خامة عالية قوي ومتينة يعني انا شفت كتير من المنظمات دي بيكون الاكريليك بتاعهم ضعيف وخفيف انما ده قيم كده وتقيل ده ممكن تحطي بقى فيه الارواج ممكن تحطي فيه البلد بتاعت الاي شادو كمان فرش ده كان سعره خمسة وستين جنيه فصراحة انا استغلت الموضوع واجبته ان هو هيليق مع التسريحة بتاعتي لان مش هعرف عمال الادراك ده ويعني حسيته عملي وسعره كويس وده شكله بقى بيكون وهو عالكارتون جبت بقى بعد كده مقلية صغنططة هي بخمسة وثلاثين جنيه هي جرانيت انا الصراحة جايبها ليه بقى لو هتقل بضاية لو هتعملي مثلا الطاشة بتاعت الملوخية او بتاعت البامية او كده فهي حلوة قوي والماتيريالز بتاعتها كويسة هي توركي كان نفسي جابها قوي لون طاقم الجرانيت بتاعي بس ما لقيت شغل اللون ده عندهم اللي هو الكشمير ولون تاني بنفسي جي كده فقلت بقى مش مشكلة لان طاقم الجرانيت بتاعي لونه بني جبت بقى اخر حاجة من عندهم هي طاقم القهوة ده يعني حبيته بستاند لان انا عندي جزء في المطبخ كده زي اوبن هوا شباك تمام شباك في المطبخ كده ففي رخامة صغيرة ممكن احطوا عليها الطاقم ده لان شكله مبهج قوي وكمان يعني هيبقى لايق مع المطابخ الابن الصراحة هو عبارة عن ست فناجين كل فنجان لون فاطلعهم كده ورها لكم هي زي ايه يعني مسلا انا وانا كنت بجيبه وهو كانت قاعدت تقولي زي بيت شمي النسيم علشان الوانه كتير حتى اللساند بتاعه لونه بينك هو اهو تمام هو اللساند غريب شوية بس بيكون شكله زي اللي على الكرتونة بالزبط يعني اللطباق هتتحطه والفناجين هتترس كده من الجنب فشكله شيك يعني ومختلف بيعتبر ان ما شفتش الشكل ده من اللساندات بتاعت القهوة خالص على طول بشوفه اللي هو اللطباق بتحط من تحت والفناجين بتتحط كده من فوق عادي دول الوانهم هي الوانهم اللي هي الوان البستل الرقيقة خالص كده هو فنجان سونطط كده بس شكله حلو قوي مش عارفة الالوان بتاعتي حاسها لطيفة قوي انتوا ايه رأيكم اكتبوا لي في الكومنتات انت شايفانها حلوة ولا لأ وطبعا كل فنجان بيكون ليه طبق نفس اللون بتاعه فيه اورنج درقتين وفيه اللي هو البيبي بلو بصوا انا بقى هكلمكم كده وانحنا بواجيكم الطاقم ده تجربتي مع المحل اولا هو محل كويس جدا بيبيع باسعار رخيصة فعلا عن السوق لو انت من محافظة تانية اكتشفت ان هم عندهم توصيل فانت ممكن ان انت تطلبي اردر من عندهم يجيلك بس اول حاجة انا كنت مثلا قابل معرف المكان او كده او مواعيد العمل انا سألت على الفيسبوك مفيش حد رده خالص فبالنسبة لي دي حاجة مش كويسة ان هو مفيش حد بيهتم بالرسل او كده ان هو يرد على استفسارات العملاء دي اول حاجة تاني حاجة انا اشتريت الحاجة وخلاص لازم تكون يعرفة اسعار الحاجات اللي انت طلبها لان بيحصل لخبطة في الفواتير جامد جدا وطبعا ده مش بيعبهم يعني انا وانا كنت هناك لقيت فيه بنات وناس كتيرة من محافظات تانية جايين يشتروا جهاز العروسة فانا اطلع فيه غلط في الفاتورة بتاعتي اخدت 150 جنيه فانت بيركزي مع الحاجات بتاعتك او راجع على الفاتورة بتاعتك هو طبعا عشان فيه اكتر من حد بيعود على الكشير فالاسعار طبيعي التوه منهم فانت حاولي ان انت تبصي على الفاتورة بتاعتك لان يعني لو حصل خطأ زي ده مثلا في الفاتورة بتاعتك هتلاقي ان انت ما وفرتيش حاجة اصلا انما هي تجربة لطيفة الصراحة وممكن ارجع تاني ان انا اشتري لو فيه حاجة نقصاني وبس يا حلوين يارب تكونوا استفدتوا كده من تجربة المتوضعة واشوفكم على خير في الفيديو الجاي وبجد ياريت البنات يعرفوا يشتروا كده كل اللي نفسهم فيه وربنا يسعدنا جميعا ولو حد عنده اي استفسار ما ينساش يكتبلي في الكمنت تحت وباي باي